بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرر قادة الانقلاب العسكري في النيجر تعيين رجل الاقتصاد ووزير المالية الأسبق علي الأمين زين رئيسا للوزراء وهو الرجل الذي خاض جولات مفاوضات طويلة في السابق وله علاقات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية تأتي الخطوة في وقت تتواصل فيه الدعوات للإفراج عن الرئيس محمد بازوم المحتجز لدى سلطات الانقلاب منذ 26 يوليو الماضي فمن هو الأمين زين ولد علي الأمين زين في مدينة زندر جنوبي النيجر عام 1965 ولديه خبرات وعلاقات واسعة مع المؤسسات الإقليمية وبالتحديد في منطقة الساحل الإفريقي حيث عمل مؤخرا ممثلا لمصرف التنمية الإفريقي في تشاد وساحل العاج والجابون شغل زين منصب وزير المالية في إحدى أفقر الدول في العالم عام 2002 بعد وصول الرئيس الأسبق مامادو وجاء اختياره للمنصب للتواصل مع المجتمع الدولي والعمل على تحسين وضع اقتصادي ومالي شديد السوء في البلاد حينها خض مفاوضات مع جهات دولية من بينها صندوق النقد الدولي من أجل دعم بلاده بمنطق أنها عادت إلى المصاري الدموقراطي وقال في حوار مع مجلة جون أفيرك عام 2004 إن النيجر حصلت على دعم وتقدير المانحين وتم تخفيف أعباء الديون عليها بموجب 1.25 مليار دولار استمر زين في منصبه حتى انقلاب عسكري في عام 2010 حينما أطاح القائد العسكري صالو بالرئيس تانجا وتم إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها محمد يسوفو الذي استمر في منصبه حتى وصل بازوم إلى السلطة عام 2021 درس زين في المدرسة الوطنية للإدارة في نيامي قبل الالتحاق بوزارة الاقتصاد والمال عام 1991 وبحسب وكالة فرنس بريس فإنه أيضا خريج مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية في مرسيليا وجامعة باريس الأولى وحول تعيين زين في المنصب ذكر موقع اتشاد انفو إن له معرفة قوية بالإقليم والمنظمات الدولية وهو أمر ضروري في العملية الانتقالية في البلاد وسط الضغوط التي تواجهها سلطات الانقلاب من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إيواكس والمجتمع الدولي يذكر أن إيواكس المكونة من 15 دولة تتبنى موقفا أشد حيال الانقلاب الذي وقع في النيجر مقارنة بالانقلابات السابقة وهو السابع الذي تشهده المنطقة خلال ثلاث سنوات وأصبحت مصداقياتها على المحك لأنها قالت إنها لن تتسامح مع أي انقلابات عسكرية أخرى واتفق مسؤول دفاع واكس الجمعة على خطة عمل عسكري محتمل في حالة عدم الإفراج عن بازوم وإعادته إلى منصبه على الرغم من إشارتهم إلى أن القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية يحددها رؤساء الدول لكن تعهد المجلسين العسكريين الحاكمين في مالي وبوركينفاسو بالدفاع عن النيجر إذا لزم الأمر فرق وحدة صف إيواكس وردخت إيواكس أمام الانقلابات في مالي وبوركينفاسو وغينيا بعد وعود من العسكريين في الدول الثلاث بتنظيم انتخابات محلية وفق جدول زمني محدد والعودة للنظام الديمقراطي والعمل بالدستور وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيجاد حل ينهي الأزمة في النيجر حيث زارت القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند العاصمة نيامي الاثنين وأجرت محادثات قالت إنها كانت صريحة وصعبة مع قادة المجلس العسكري وصرحت نولاند بحسب رويترز أن القادة العسكريين لم يهتموا بمقترحات واشنطن بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وقوبل طلبها للقاء رئيس النيجر المطاح به محمد بازون بالرف وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين طلب منها أن تتوجه إلى النيجر للتحدث مع المسؤولين عن هذا التحدي للنظام الديمقراطي ولرؤية ما إذا كان يمكننا حل هذه القضايا بشكل دبلوماسي وكذلك لتوضيح ما هو على المحك في علاقاتنا وأنواع الدعم الاقتصادي وأشكال الدعم الأخرى التي سيتعين علينا قانونيا قطعها إذا لم تتم استعادة الديمقراطية هل تعتقدون حقا أن أمريكا التي تدعم طغاه ومستبدين حول العالم وتدعم انقلابات هنا وهناك يمكن أن يكون تحركها من أجل الديمقراطية حقا أو من أجل شعب النيجر أم من أجل مصالح أمريكا فقط أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة